موسيقى صباح الخير أهلا وسهلا بك وكل مشاهدي قناة الحياة النهاردة بتجدم معادنا مع برنامج العيادة وعيادتنا النهاردة عيادة سمنة والتغذية العلاجية كنا نكلمنا الحلقة اللي فاتت على المناعة والمناعة في فصل الشتاء وان الشتاء الناس بتخاف ان هي تعمل في رجيم هنتكلم النهاردة على المشاكل اللي ممكن تقبلنا في فترة الشتاء وإحنا بنعمل رجيم عشان ازاي نكون مستعدلها وازاي نبتني نواجهها عشان نعديها ونتغلب عليها اللي عنده اي استفسار او اي سؤال بخصوص التغذية وبخصوص علاج السمنة في فصل الشتاء او علاج السمنة بواجه عام يتفضل يكلمنا على الارقام اللي هتطلع على الشاشة دلوقتي كنا بنقول ان الشتاء الواحد بيحس ان هو سععان بيحس ان هو بردان بيبتلي يفكر ان يأكل شوية زيادة بيبقى خايف ان الرجيم اللي هو بيعمله وبنلاقي فيه معتقدات كتيرة قوي غلط عن الرجيم في فصل الشتاء وناس تلاقيها يا خايفة تبتلي تعمل الرجيم في الشتاء او لو بقى له فترة بيعمل الرجيم فعلا يقولك لا انا هو اقف بقى فترة الشتاء لغاية ما الساعة دي تعدي وبعد كده ارجع اكمل تاني ان انا اعمل الرجيم هنتكلم النهاردة على كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا بحيس ان الواحد لو واجه اي مشكلة دول يقدر يعديها ولو خايف انه يبتدي بتابع المشاكل دي لا يتشجع ويبتدي وان شاء الله هيوصل لاحسن نتيجة اول مشكلة بتقابلنا هي عدم شرب المية او قلت شرب المية كتير دايما بنأكد في كل حلقاتنا ودايما بنتكلم ان المية اهم حاجة في عملية الحرق او ان هي المتمة من رئيس العملية الحرق وان المية بتحسم المعدل حرق الدهون والسكريات وان المية بتخلي الواحد شبعان لمدة طويلة وان المية بتخسسنا وان 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 والمية لها فوايد كتير قوي فتلاقي المريض من دول محتار طب الجو ساعة طب انا مش حاسس ان انا عطشان طب اعمل ايه طب انا لو ما شربتش مية العملية الحرق مش هتكمل عندي فهل نفسي ما بخسش ده طبعا اعتقاد مظبوط ولكن ليه حلول عشان نبقى عارفين ان احنا ما بنقولش المعلومة وخلاص لا ده كل حاجة ليها حلول اولا احنا دايما بنأكد لازم في كل يوم وانا بعمل رجيم او ان انا عايز احافظ على صحتي عموما وانا عايز اناقص وزني لازم اشرب من 6 ل 8 كبايات مية في اليوم هنقدر هنا نستخدم بدايل المية اولا ناخد كباية او 2 او 3 واعتقد انها رقم بسيط ان احنا نقدر ناخده كل يوم لو قلنا كباية في اول اليوم وكباية في نصه وكباية في اخره يبقى كده 3 كبايات من ال 6 او من ال 8 خدناهم في صورة مية عادية وما استناش لما عطش عشان اشربهم لان انا ممكن لو انا بعمل رجيم وباستخدم كمية قليلة من ملح احساس العطش عندي مش هيبقى موجود مع الجو السائع فممكن ما حسش ان انا عطشان فانسى خالص فكده كل واحد بيعمل رجيم يأكد اني ياخد كباية مية في اول اليوم واحدة في نص اليوم واحدة في اخره وتبقى كباية المية قدامه ياخدها على طول ما يستناش لغاية ما يعطش طبقيت التمن كبايات يكونوا ايه احنا نقدر نستخدم المشروبات الطبيعية زي الارفة زي الجنزبيل زي الشاي الاخدر وطبعا كنا اتكلمنا بالتفصيل على الشيء الاخدر في الحلقة اللي فاتت وقلنا ازاي هو غني بمضادات الاكسادة اللي بتقوي جهازنا المناعي فبتخلينا نعدي فصل الشتاء بقى اقل نزلات بردة اقل لأدوار انفلونزا وعشان ما نرجعش نقول ان ده من الرجيم او رجيم ضعف لنا منعتنا هناخد الاتصال ده وهنرجع نتكلم عن مشاكل الرجيم في الشتاء وازاي نتغلب عليها الومي معنا مدام اشركت اهلا بيك ممكن يا دكتور عايزة اسألك بس انا عندي ارداف ومهما من الرجيم الارداف مش بتنزل خالف تمام منطية الارداف هي اللي زيادة عند حضرتك ايه طيب هل وزن حضرتك مناسب والشكل هو اللي غير متناسق ولا عندنا الوزن زيادة والشكل كمان زيادة لا هو الوزن هو الشكل متناسق الشكل هو اللي مش طيب وزن حضرتك كان مدام اشركت اه وزني كويس 80 لكن الارداف 80 كيلو وسن حضرتك وطولك 25 والطول يا فندم 25 الطول هارك كم سنتي لا تقريبا يعني هارك متوسط طول 160 مساء ولا اكتر ولا اقل اقل طيب هل احنا حاولنا ننقص وزننا عن كده لانه يعتبر عندنا في زيادة على الال 10 كيلو ولما نقصنا منطية الارداف ما استجبتش ولا انت راضية بالوزن ده خالص ما خدستش خالص منطية الارداف زي ما هي طيب فيها اسئلة تانية عند حضرتك شكرا تحت املك اهلا بيك طبعا مدام اشركت منطية الارداف من اكتر الاماكن اه بتدايق ناس كتيرا وهي بتعمل رجيم خصوصا في السيدات فلازم نبقى عارفين ان علاج منطية الارداف بيتقسم لكذا جزئية الجزئية الاولى ودي بترجع لاصل العيلة يعني احنا عندنا بنشتكي من تاريخ خراسي ولا لا طيب انا سأزمكم هنطلع فاصل وبعد كده هنرجع نتكلم هنرد على مدام اشركت وهنكمل موضوعنا على مشاكل الرجيم في الشتاء استنونا بعد الفاصل اهلا بيكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل كان معانا اتصال من مدام اشركت اللي كان بتسأل على منطية الارداف انها متجمع فيها الدهون ومدياها شكل مش متناصق وكمان عندها زيادة في الوزن وكنا بنقول ان عشان نعالج المنطقة دي احنا بنعتمد على كذا جزئية او كذا حاجة اولا العامل الوراسي لان في بعض العائلات بتبقى مشهورة ان الدهون عندها متجمعة في منطية الارداف فبالتالي لما منيجي نحدد خطة علاجية او منيجي نحدد برنامج علاجي استجابته بتبقى اقل من الاشخاص اللي معندهمش العامل الوراسي ولكن مش معنى كده ان هي بتتحسنش لا بتتحسن بنسبة كويسة جدا بس بتكون اقل من ناس تانية معندهاش العامل الوراسي دي حاجة الحاجة التانية هي وزنها 80 كيلو حريك وزنك 80 كيلو وطولك 160 تقريبا فاحنا عندنا حوالي 10 او 12 كيلو دهون زيادة على الاقل او 12 كيلو زيادة في الوزن وده اللي هيحدد هما دهون ولا لأ زي ما كنا قلنا في حلقة سابقة جهاز الانبادي او تحليل مكونات الجسم عشان نعرف الزيادة قدية طب فلنفترض ان الزيادة دي عندنا في الدهون فعلا فمعنى كده ان احنا هنكون محتاجين نظام تغذية مناسب للحالة بتاعت حضرتك عشان نمنع دخول دهون جديدة او نكون متحدين كمية السعرات الحرية اللي دخلة اللي عشان ما تتحولش لدهون عشان ما نزيدش في الوزن ونبتلي نتعامل مع مغزن الدهون اللي موجود عندنا عن طريق حاجتين اولا الرياضة الموضعية ان احنا نشغل العضلات اللي في المنطقة دي منطقة الارداف بتمرنات موضعية لتقوية العضلات والعضلات تبتلي تنقبض وتنبسط ولو فيها تراهل تبتلي تتشد عن طريق ان حريك ممكن تنامي على الجنب كده ونرفع الرجل لفوق والتحت والقدام والورا عشرة عدات من ده ومن ده ثلاث مرات كده كل يوم وممكن نبتلي نشتغل كمان بجلسات نحت الدهون عن طريق التجميد او الكرايوشيب اللي هو يعتبر ثورة في اجهزة التخصيص الموضعي في مستوى مصروف مستوى العالم كله لان هو بيوصلنا النتيجة كويسة جدا جدا من نفكة فعليا من 25% ل 35% من الخلايا الدهونية اللي في المنطقة دي فبتدينا شكل كويس جدا جدا وبتقلل من فرصة عودته عودة المنطقة دي مرة تانية فيبقى رياضة مع جلسات الكرايوشيب او نحت الدهون بالتجميد مع تنظيم التغذية هتوصلي لوزنه شكل كويس ان شاء الله معنا تليفون تاني انا سيارة اهلا بيك اهلا يا دكتور ازايك اهلا وسهلا يا فان لو سمحت انا عندي 17 سنة ووزن مسبيتي تباقي 30 سنين 50 كيلو ووزن حريك كم 50 50 كيلو تمام حاولت تزودي وزنك قبل كده ولا مجرد اه طبعا حاولت بس سنة ايه اوقات تلاقي نفسي مضوضة خالص اوقات تباكل طيب انتي طول حضرتك قدي انا عندي 17 سنة ثانية سنوية لا ده سنك طولك كم سنتي لا طولي بس هو 100 حرور قول 160 قول 160 طيب هل عملنا ايه تحليل عشان نعرف سبب النحافة او الوزن القليل ايه ولا هو كان عندي الانمية بس الانمية مستبطة ساعد بتروحه ساعد كيلو طيب فيها سئلة تانية عند حضرتك اهلا بيك يرى او اي حد بيشتكي من النحافة او من الوزن القليل لازم في الاول نعرف سبب النحافة دي ايه هل بمجرد سوء تغزية او نقص في العناصر المغزية اللي مخليها الوزن يكون قليل ولا فيه مشكلة تانية عضوية فلازم نعمل تحليل صور الدم كاملة لازم نعمل تحليل هرمونات الغضة الدراقية عشان نشوف مستوى الحرق الهرموني اخباره ايه لازم نعمل تحليل وظائف كبد عشان نشوف انزيمات الكبد حالتها ايه كمان لازم نعمل تحليل براس كامل عشان لو فيه اي تفاليات او اي بكتيريا او عسر هضم كمان نبتدي نتعامل مع اي مشكلة فيهم وبعد ما نتطمن على شوية الاجزاء دي نبتدي نقدر نحط نظام التغذية المناسب للحالة كمان فيه نقطة لازم نخلي بالنا منها بالنسبة خصوصا للسن الكبير واللي عندهم نحافة مش معنى ان الواحد وزنه قليل لازم تكون صحته كويسة او مثلا ما عندهش كوليسترول عالي او تلاقي ان هو عشان يزود وزنه بياكل ملأكلات اللي فيها دهون كتير ففعلا وزنه يبتدي يزيد ولكن تلاقي مشاكل تانية في مستوى الدهون في الدم او ارتفاع في نسبة السكر في الدم فلازم نتطمن على الحالة البيولوجية والحالة الجسمية الاول وبعد كان نبتدي نحط نظام التغذية المناسب معنا التليفون تاني انسى اسماء انسى اسماء اهلا بيكي سعلا وحط الله اهلا وسعلا دكتور انا عندي ملطية استدرب مليانة شوية هي معقولة بالنسبة اي حد بسان من نسبة لي عاجزة اخصصها انا عندي 18 سنة وزني حوالي 62 كيلو تقولي 165 تقريبا يعني يعتبر حريك الوزنه قريب معقول اه وزنه كويس جدا عايزة خصص بس المنطقة دي وعايزة بلطقة البطن بس مش عايزة صعب مش عايزة خصص جسمي طيب فيه اسئلة ثانية عندك ده عشب اهلا بيكي طبعا منطقة البريست او منطقة الصدر عند الانسات او السائدات من الاماكن اللي لازم نخلي بالنا منها سواء حجمها صغير او حجمها كبير ان اللي بيتعامل مع المنطقة دي او السبب في الموضوع ده مجموعة عوامل في منهم عامل وراسي زي ما كنا بنتكلم على منطقة الارداف لان في بعض العائلات بيبقى تتميز ان المنطقة عندها زيادة او مش زيادة فطبعا العامل وراسي ده بيحدد نتيجة الاستجابة في برنامج العلاج دي حاجة لو الوزن مناسب والمنطقة زيادة مش هيبقى قدامنا غير التمرينات الموضوعية لحرق الدهون شوية في المنطقة دي والشد العضلات عشان يبتدي المنظر يكون كويس ولكن لو المنطقة زيادة عن اللزوم وعمل بقى حاملة على فقرات الظهر او مدخلانة في مشاكل كبيرة جدا ما بيقعد مناش حل غير ان احنا نلجأ لجراحة التجميل سواء تجبير او تصغير للمنطقة دي طبعا تحت اشراف جراحة تجميل لانه يختار التقنية المناسبة وهل فعلا المنطقة دي زيادة عن اللزوم ولا لأ لكن لا فيه كريمات بتصغر ولا فيه اجهزة بتصغر عشان ما نجريش ورا الوهمة او ان احنا نشتري او نعمل اي وصفات تخلينا ندخل في مشكلة وما تحلش المشكلة الاسئلة اللي احنا فيها معنا تليفون تاني مدام مريم اهلا وسهلا اهلا سهلا سهلا نوري فان انا من فضلك انا عايز اسأل في ضاية اسناء الحم تمام وزن حضرتك كم انا كنت 168 ده الطول ولا الوزن لا وهو وزن طولي مع بعض يعني وزن حريك 168 وطولك 168 ايه بالزب تمام حريك في الشهر الكام انا دلوقتي في التاني وزدت 3 كيلو مره واحد حريك وزنك 168 ولا 68 لا لا الوزن 68 الوزن 68 وطول 68 اه اه وزدنا 3 كيلو وزدت 3 كيلو هل حالة الحمل مستقرة مع طبيب النساء قالك حالة الحمل مستقرة ما فيش مشكلة من حاجة اه الحمد لله طب الحمد لله هل احنا كنا نشتكي من زيادة في الوزنة قبل كده ولا مجرد زدنا 3 كيلو حالاني اه زدت 30 كيلو عملت دايت وخصيتهم بخف تمام فيها سيارة عنده حضرتك لا بس عايزة بس اعرف بس في دايت ومش عايزة تخنقوي زي الحمل حاضر فان حاضر شكرا اولا ربنا اكمالك على خير وتقومي بالسلامة طبعا هي فكرة دايت اثناء الحمل كلمة مطاطة شوية خلينا نغيرها او نقول نظام تغذية للمرأة الحامل يعني ان احنا نكون بيبي بصورة كويسة ان احنا نزيد الزيادة الطبيعية اللي هي من 6 ل 12 كيلو حسب الوزنة اساسا قبل الحمل كان عامل ازاي هل انا كنت بشتكي او الست كنت بتشتكي من سمنة قبل كده ولا لا لكن بالنسبة لحضرتك لو بنتكلم على الكيس بتاعتك انتي ممكن بالكتير تزيلي 6 كيلو بس ولو حالة الحمل مستقرة وربنا يكمل انها تفضل دائما مستقرة نقدر ننقص كيلو او 2 في منتصف الرجيم يعني بعد ما يعدي شهرين او منتصف سوري الحمل بعد ما يعدي شهرين تبقي في شهر الرابع ممكن ننقص كيلو او 2 من اللي احنا زدناهم ونبتد نزيد الزيادات الطبعية فنقدر نقول ان فيه فعلا نظام تغذية للمرأة الحامل عشان تزير الزيادة الطبعية فقط بس لازم تخلي بالك انك تكوني متطمنة ان حالة الحمل اساسا مستقرة ويكون ده تحت اشراف دكتور النساء مع دكتور التغذية وان شاء الله اوعدك ان احنا هننزل في حلقة من الحلقات نظام مخصوص او نعمل حلقة مخصوصة على تغذية الحمل معنا تليفون تاني مادام شهرين اهلا بيك انا كنت انا في حامل رشاري تاني تمام بس انا كنت انتبع برضه مع دكتور ارريمو كده تمام قبل الحمل ولا في لما حركت عاكت ان انتحمل قبل الحمل قوي اه وبعد كده انا دلوقتي انا طولي 164 ايوه وزن 68 تمام 68 ده في بداية الحمل ولا احنا كنا اقل وزدنا لا كنت انا كده زي منا تمام تمام فانا خايفة برضه ازيد شوي وكنت بس تعمل سكر دايت فمش عارفة انا نسيت اسأل الدكتور عن السكر غلط ولا لأ يفضل طبعا ان احنا نوقفه في فترة الحمل ممكن نستخدمه باعتدال في فترة الرضاعة لما تقوم بالسلامة لكن في فترة الحمل يفضل انه ما استخدمش واعتقد ان 3 معالق سكر في اليوم هيكونوا كافيين بالنسبة لحضرتك طبعا رد عليك يا مادام شهرين ما يختلفش عن رد على مادام مريم اه احنا نقدر بس ان احنا نزيد الزيادة الطبعية فقط اللي هي حوالي 6 كيلو خصوصا في الاوزان القليلة كمان ممكن ان احنا عشان ما نزيدش نبتل نزود رياضة لو حالة الحمل مستقرة من بعد الشهر التالت نقدر نبتدي عشان الحمل يكون ثبت نقدر نبتل نمشي 10 دقايق او ربع ساعة كل يوم ونقدر برضو نزود بالتدريج كمان لازم نركز ان احنا على الاقل ناكل 3 مرات في الاسبوع سمك ويفضل مش طبعا مش تونة مش الاسماك المعلبة ان يكون سمك بوري عشان بيكون غني بالامجا 3 والامجا 6 اللي بيمهمين جدا في التكوين الجهاز العصبي للطفل بصورة سليمة كمان نبعد عن اي ملحوم مصنعة اللانش والهامبورجر كل ده ممنوع خالص ان احنا ناخد اللبن كمان للدسم عشان الاحماض اللي فيه وعشان خاطر نسبة الدهون اللي فيه هتفيدنا برضو في تكوين جهاز عصبي للبيبي بصورة كويسة معنا تليفون تاني ام فرح اهلا بيك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم دكتور انا عندي بنوتة عندها 12 سنة ربنا يحافظ عليها ويخليها ربنا يخليك هي مليانة كل ما عمل لها ريزيم تنزل وبعد كده ترجع تتخن تاني وزنها كامي مفرح وزنها 45 45 ابتالت تتخن من زن كامي يعني ابتالت تتخن من زن كامي ربنا تتخن مع دكتور عادي نزلت لها في الوزن نزلت لا انا بسعر حضرتك ابتالت تتخن وهي عندها كم سنة طيب ابتالت تتخن وهي عندها كم سنة مفرح ايو صندم بقول حريك ابتالت تتخن وهي عندها كم سنة من سن كم سنة من بعد ما عملت لها اللي وزنها من انا كان عمرها حوالي 6 سنين طيب 6 سنين حريك في الفترة اللي كنتي تابعة فيها مع الدكتور نزلت من 45 كيلو لغاية كام ايو صندم خست من 45 لغاية كام وزنها بقى كام 35 اه وبعد كده ابتالت تزيد تاني ايو هل بتلعبيها رياضة لا طيب هل اتعلمتي حاجة من الدكتور اللي حريك كنتي ماشية معايا واستمرتي عليها ولأتيها بتتخن ولا بمجرد ما وصلت لل 35 سبتيها ترجعت زي الاول شكرتات وعصائر طيب فيها سيئلة تاني عند حضرتك لا شكرا طيب اهلا بيك طبعا يا مفرح دي الغلطة للأسف اللي بنقع فيها مع عيالنا او كتير لما بشوف في العيادة ناس بتبقى خايفة على عيالها بزيادة فتلاقي الرجيم مشيت عليه فترة وبتردت توصل لنتيجة ولا اي سبب من الاسباب لا كفاية بقى فتلاقيها ريجعت زي الاول يا جماعة دايما بأكد الطفل زي ما انت بتستسمر في تعليمه زي ما انت بتستسمر انك بتخليه بتحوشله لازم تستسمر في صحته احنا النهاردة الطفل وهو موجود معرض لكل انواع الاغراءات خصوصا الشوكولاتات العصاير البسكوتات اكياس البطاطس طب ما الحاجات دي لو ما بتنيراش نعلم الطفل من هو صغير ان ياخدها بنسب قليلة هيبتدي يتعود عليها وهيبتدي يطلب منها كتير خصوصا الاحجام الكبيرة والجامبو والكمبو والحاجات الكتيرة فهتلاقي دايما بياكل كبير وابتدى يزيد فتلاقي ان وزنها زي فرح 45 كيلو هي 12 سنة طبعا ده هي زيادة جدا جدا فعلى طول بنروح بنجري على دكتور الدايت نقول له حللنا مشكلة دي وحنا عندنا استعداد نعمل اي حاجة اول استعدادة اول حاجة لازم تتعامل لفرح وكل واحد عنده ابن او بنت ابتدى يزيده في الوزن تعديل السلوك الغذائي للأسرة كلها يعني ما ينفعش يكون ابني او بنتي بيعمل رجيم او مقلله الشكراتات والعصير وانا ماسك كيس البطاطس عمال اكل فيه او ان انا ماسك ازاست المشروب الحاجة الساعة وعمال اشرف فيها وقوله لا انت متاكلش او انت متشرفش وانا عمال اكل فلازم الاسرة كلها تتكاتف الاب الام لو في اخوات تانيين عايشين مع الطفل ده حتى لو وزنهم مش زيادة لازم ما يكلوش قدامه كنعمل انواع الدعم النفسي دي جزئية الجزئية التانية ان انا ماينفعش اكون طول ما انا مع الدكتور ماشي كويس جدا على السيستم ومقلل النشويات وباكلوا الحلويات مرة واحدة في الاسبوع وان وجبة الغداء متعديش ستة او تمانية بالليل وبعمل كل حاجة والعيش بيكون بني او بلدي وان اللبب بيكون مصد دسم او خليد دسم وفجأة بعد ما وصلت الوزن اروح مبطل كل ده زي ما حصل مع فرح طب ماها طبيعي هترجع تتخن تاني لان الدكتور مش ساحر هو مش يقول لها جلا جلا انت خسيتي مش هتتخني لا هو بيعدل سلوك بيغير الباكتج كلها من حس كميات الاكل وانواع الاكل وموعيد الاكل بيعلم الطفل واسرة الطفل لو هما ما يعرفوش الحاجة الحلوة دي ناخد كميات قليلة ناخد مرة واحدة في الاسبوع او لو وزن كويس تبقى حاجة واحدة في اليوم ده مش عيب عشان نحافظ على اطفالنا عشان نحافظ على مستقبلهم وان شاء الله هواعدكم ان انا هعمل لكم حلقة مخصوصة على تغذية الاطفال خصوصا في سن المدرسة عشان كتير بتبقى امهات مش عارفة تعمل الاطفال ايه سندوتشات في المدرسة فتلاقي ان هي تعمل رجلين فترة الاجازة فترة الاجازة نص السنة تخلص الاجازات العيش الفينو الجبنة النستو الشوكولاتة ابتلوا يتخانوا مرة تانية فان شاء الله هنعمل حلقة مخصوصة على بداية الترم التاني هتكون مناسبة لتغذية الاطفال في المدارس باذن الله ام يوسف اهلا بيك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته انا حسبتي عندها 14 سنة تمام ربنا خليها هي مليانة كم كيلو فانا؟ اكبر من ممتها في الحجم وممتها جابت لما متر اكتئاب طب هي وزنها كم كيلو؟ 75 13 سنة 75 كيلو درقهم كبير فانا هي طويلة وعيدة يعني كمان هي عندها طويل وعيدة بشكلها ضخم جدا تمام وبعدين بتحب الاكل بطريقة فضيعة يعني يعني مثل مثل مجل زيانا طويل بس اكتئاب تخوش المطبخ تاخد الاكل من ورائنا زي السرقة تمام مثل ابوها بتتعرف انا كندها هي كلها من ورائك هنقف عند الجزية دي هل هي حضرتك عايزة تبقى شبعانة بس ولا بتحب اصناف معينة من الاكل اه لا بتحب تأكل يعني اي اكل اه اي اي انواع ولا كميات ولا اي حاجة لا كميات وكذا مرة اه اي مكان هل عملنا تحليل لها تحليل مثلا هرمونات غضة درقية انا من سنة كده والسنة ونصف وديتها لحاجة مع عمان وعمل لها تحليل تقريت ما نقولش اسمائي تقريت ما نقولش اسمائي تقريت ما حاجات تمام مثل مشوار من لحد ستة قطوبة كان صعب علي تمام يعني بودك ما كانتش فيه يعني مثل في الاكل كويس ثم قلتها ليتي لا احنا المشوار وتكليفها رايح جاي وستعفتها خلاص لازم اي تقريت ما يا دول حاجاتك نستمع حالتك بتكلم ان احنا البيت كله طبعا طبعا اه طبعا لازم البيت كله يعمل رجيم او على الاقل سألان عايز اكل محافظة يعني ببساطة كده طبعا الجدة بتبقى حنيينة جدا على احفاظها ربنا يخليك ليهم ويخليهالك بس حضرلك هتكوني قاعدة بتاكلي مثلا طبق خضار معمول بالسمنة البلدي وهي قاعدة بتاكل خضار نايف نايف طب ما احنا يعني كده احنا طب احنا كده ازاي احنا كده بنعذب البنت او الابن وده ان احنا فقدنا الاتصال بس نكمل الرد لان دي نقطة مهمة جدا جدا وهنا ما ينفعش ابقى انا مثلا لو انا وبنتي وبنتي عندها زيادة في الوزن وانا لأ او مش مهتم يعني انا مش لازم اكون عندي زيادة وبحاول لا انا ممكن اكون وزني زيادة فعلا ومش عايز اعمل حاجة مش قادر اعمل حاجة ظروفي مش سامحة ابقى انا قاعد باكل رز معمول بسمنة وعمل لبنتي او ابني رز مسلو طب ما ها طبيعي هيقول لي طب ما انت بتاكل يا بابا طب انت يعني ليه انا باكل ده ده ممكن كمان ما يتكلمش ويحس بنعمل الواع الحرمية زي ما يكون بعسفه او زي ما يكون بعزبه دي جزئية الجزئية التانية انه القصر لازم تتكاتف حتى لو ما بيشتكوش من زيادة لازم البيت يفضى لازم سياسة البيت الفاضي وعشان كده كنت بسأل حضرتك هل هي اي كميات ولا اصناف معينة لو ان المشكلة مشكلة كميات لا خلاص احنا نفضي البيت ما الحاجات اللي بتتخن ونخلي ما نخليش في التلاجة غير ومعها طبق سلطة لان ممكن يكون اللي بيحرقها احساس الجوع هي كمية الاكل مش بكفيها فعايزها تاكل او زهق او تعود دي جزئية الجزئية الاكبر والاهم لازم خصوصا في الاوزان الكبيرة زي حفية الحروريك اللي عندها 13 سنة وزنها 75 كيلو لازم نتطمن على الحالة الهرمونية عندها لازم نعمل تحليل هرمونات غضة دركية كاملة لازم نعمل تحليل فاستنج انسولين هرموني الانسولين بيعلى جدا ما بيشتغلش على الخلايا بصورة كويسة فبتحس ان هي جعانة لازم نعمل تحليل سكر صايم وفاطر وطراكمي لازم لو لو الدورة الشهرية بتارت عندها لو كانت بتارت لازم نتطمن على مستوى الهرمونات الانسوية عشان احنا 13 ببساطة كده يا ماما هي 13 سنة و75 كيلو طب لو بقت 20 سنة هتبقى كام هتبقى 140 طبعا هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا كل الاطراف تتكاتف ناخد الموضوع من اوله لاخره ولازم نكون صابورين بتعديل سلوك دائم ومستمر معنا تليفون تاني مدام سانية اهلا بيك سلام عليكم سلام عليكم اهلا وسهلا يا فان انا خبرتك كنت بيك والدة سبع مرات كسرية الحمد لله على سلامتك في حاجة منهم من قريب ربنا يديك السح بطني يعني كبيرة وكده تمام فكت انا بعمل رجيم وكده واخدت انسلين الانسلين زودني اكثر تمام لانه كنت عاملة عملية في شعن عين تمام بس عايزة جيش من النواي بس تقنى عندنا وراسة يعني طيب وزنا حضرات الكامل نفسنا والسن والطول انا 46 واردعين تمام وطولي 155 والوزن وزن من 97 لمية من 97 لمية طيب فيها سئلة تانية عند حضرتك احنا بناخد انسلين اللي هو يعني كم وحدة وانسلين مائي ولا مائي مائي بس دلوقتي تكد امرين طيب بدلنا الانسلين بقى اراسة استاذينك ما نقولش اسماء بدلنا الانسلين بقى اراسة اي طيب الاراسة بتتكرر كذا مرة في اليوم او هي مرة واحدة لا مرتين طيب المعتمد على الانسلين في النظام الغذائي غير المعتمد على الاقراس في النظام الغذائي حسب جرعات الانسلين انا بخدها هل باخد الانسلين مرة ولا مرتين ولا تلاتة في اليوم وهل باخد الاقراس مرة ولا مرتين ولا تلاتة في اليوم مستوى السكر نفسه مستوى السكر في الدم يعني مستجيب على العلاج اللي انا باخده ولا مش مستجيب كل دي حاجات بتحدد النظام الغذائي بتاعي فلازم انصحك تروحي الأقرب دكتور ويكون متخصص في التغذية العلاجية عشان يحددلك نظام مناسب لمرض السكر واستأذنك ما تستعجليش لأن طبيعة مريض السكر في الرجيم بيبقى نازل ببطء شوية عن الأشخاص العادية أو اللي ما عندهمش السكر لأن أساسا مرض السكر هو مرض في الحرق خلل في الميتابوليزم فبالتالي لما بنجي نعمل رجيم الاستجابة بتبقى قليلة دي جزئية بالنسبة لمنطقة البطن اللي أكيد بتشتكي منها فيه جزء يكون راجع للولادات القيصاري السبعة المتكررة ويكون جزء تاني راجع عشان طبيعة مرض السكر فمهم جدا أن احنا نشتغل بجلسات تكسير الدهون للمنطقة دي منها ده هيساعد معانا في أن احنا نعالج الإنسولين ريزستنس أو مناعة ضد الإنسولين لأن كل مقللة الدهون اللي في منطقة البطن البنكرياس بيقدر الإنسولين اللي يفرزه يشتغل بصورة كويسة بالإضافة أنك توصلي لشكل وزد كويس وبالتوفيق إن شاء الله معانا تليفون تاني مدام نورة أهلا بيكي مدام نورة أهلا وسهلا طيب واضحوا أن احنا فقدنا الاتصال بتاع مدام نورة معانا تليفون تاني طيب لغاية ما تجلنا تليفونات تاني احنا مستنيين كل اتصالاتكو كنا بنتكلم على الرجيم في الشتاء والمشاكل اللي بتقابلنا وكنا اتكلمنا في جزئية المية وقلة شرب المية وقلنا إن احنا نستخدم المشروبات الطبيعية كبدائل ولكن لازم نخلي بنا إن المشروبات دي تكون ببديل السكر عشان ما أقولش إن أنا كل ما هاجي هشرب شاي أغدر أو قرفة أو جنزبيل أروح حاطة نص معلقة سكر أو معلقة سكر فلاقيه في الآخر إن وزني زاد لا استخدمها ببديل السكر وفي أنواع أمينة وموجولة دلوقتي في كل الصيدليات وكل السوبر ماركت بس نركز إن هي تكون خالية من الأسبرتام أو ما فيهش أسبرتام عشان خاطر الحالة الصحية طيب معنا تليفون تاني وهنرجع نكمل الرجيم في الشتاء أستاذ أحمد أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور فضل لي فانت بعد ذلك أحمدك يا دكتور أنا وزني 68 كيلو طولي 73 أنا رياضي بلع فياضة باستمرار كويس نوع الرياضة اللي حريك بتعملها سباح سباح كويس فضل لي فانت الوزن عايز أزوده شوية لأنه هو أنا عندي قطرة غريبة على الحرق بس في الزيادة بطيق جدا وصعب يعني مهما كانت بعمل برنينك عادي يعني سنك كم سنة يا سوز أحمد 30 30 يعني يعتبر الوزن مقبول يعني مكرنة بالسن والطول مش نحافة بس أنت عايز تزوده شوية أيو بالظبط تمام ده ده واجه فيه صعوبة كبيرة عن يعني حاولت يعني وما وصلتش بالظبط كبه طيب هل حاولت عن طريق التغذية بس ولا ببقى أن أنت حضرتك شاب ورياضي ابتريد تلعب مثلا في الجم أو حاجة تكون عضلات لأن أعتقد ده يفيدك في السباحة وهيفيدك في الوزن وفي الشكل كمان في الفورما بتاعتك هو طبعا عن طريق الجم بس بلاي نفسي بخص أكتر يعني هو ده بيبقى راجع لنوع التامرينات الحراك بتعملها فيه فرق ما بين تامرينات بناء الجسم وزيادة الوزن وفيه فرق ما بين تامرينات السويدي أو اللياقة العامة حراك استخدمت أنهي نوع اللياقة عامة اللياقة عامة طبيعة هتخسسك طيب هل كنت حاطت نظام غذائي أو فيه متابع مع دكتور محدد لك نظام غذائي مناسب للرياضة طيب فيه سألة تاني عند حضرتك يا دي تعرف من حضرتك نظام معيان غذائي أو كده يزود الوزن حاضري فانتحت عمر حضرتك طبعا سيد أحمد احنا كنا قلنا في بداية الحلقة كان معنا برضو نفس الاتصال وقلنا سريعا أن احنا هنعمل تحليل هرمونات غضة درقية هنعمل تحليل سور الدم كاملة هنقيس مستوى السكر تحليل براس كامل وهنعمل الإنزيمات بتاع الكبد عشان نتطمن على حالة الجسم العضوية وان شاء الله تبقى الأمور كويسة طيب فهل لو احنا لقينا ده الأمور كلها كويسة هنزاوب بس استهلاكنا من البروتينات ومن الكربوهيدرات عشان خاطر تساعد في بناء الجسم بس لازم أكون بعمل تمرينات لبناء العضلات وتقوية العضلات ودي ممكن تكون مع مدرب محترف في جيم هيبتلي حمل لك العضلات الأوزان آسف على العضلات بتاعتك بالتدريج تبتلي تبني جسمك وتبتلي تزيد في الوزن وكمان في الشكل وان النظام لازم يكون مناسب على الأحمال البدنية اللي هتبتلي تعملها طيب من ضمن المشاكل اللي كان بتقابلنا وهننزل لها دلوقتي حل سريع وظريف جدا احساس الجوع اللي بيحصل في الشتاء زيادة عن اللزوم والسقعة وانا موافق طبعا ان طبيعي ان انا لما يكون حاس ان انا سقعان والجو شادت حلو ليزا اليوم اللي فاتوا كلنا كنا متكتكين من البرد فلاقي نفسي بفكر في التلاجة على طول عايز افتح التلاجة اطلع منها حاجة كلها او بفكر في الضرفة اللي حطين فيها البسكوتات والحلويات افتحها شوف انا عايز اكل ايه طب ما انا لو فكرت للحظة قبل ما افتح التلاجة والضرفة انا ايه ممكن اكله يبوزلي البرنامج الغذائي بتاعي وايه تاني ممكن اكله برضو موجود في نفس الضرفة بس ما يبوزليش نظام الغذائي بتاعي هنعمل دلوقتي وصفات لشوات شربات بسيطة وسهلة جدا نقدر كلنا نطبقها في فترة الشتاء واحنا بنعمل رجيم وهتنزل معانا على شاشة كله بصرع يحضر ولا وقلم عشان يلحقين إلها اول شربة معانا اللي هي شربة الشفان طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا على شربات الشفان والشفان قد ايه فوائده في الرجيم ببساطة اتنين كبات مياه مغلية وممكن نزود ربع مكعب مرأ الدجاج ولو اني بفضل الشربة الضايت اللي هي تبقى شربة فراخ او لحمة وتكون مبيتة يوم في التلاجة ومتشال طبقة الدهون اللي كونت عليها اقدر استخدمها عليها نص معلقة ملح او ربع معلقة ملح زايد اربع معالق شفان كبيرة وياريت ندور على الشفان الكامل الحبة لانه بطيء في الاحتراق وهي شبعنا المدة طويلة ونحطها على النار خمس دقايق وممكن اللي بيحب الالصوس او المياه انها زيادة يزود المياه كوبايتين احساس بالدفع وان الواحد ما يكونش ساقعين معانا كمان الشربة الثانية شربة الطماطم نحط حبيتين طماطم في مياه مغلية لمدة 30 ثانية عشان نبقى سهل ان احنا نشيل القشرة بتاعتهم ونقطعها حتة صغيرة ونحطهم على معلقة توم وبصل متحمارين في نص معلقة زيت احنا دايما بنأكد ان لينا معلقة زيت في اليوم ممكن ناخد نص منها او ربع منها ونحمرهم مع الطماطم والتوم والبصل ونحط عليهم كوباية مياه او كوبايتين على النار برضو دي حاجة هتدينا احساس بالدفع وبالشبع بس لازم نخلي بالنا بقى ان مريض الضغط العالي او الارتفاع في نسبة الاملاح في الدم ياخدها بالكتير 3 مرات في الاسبوع ويبقى لوزة هقام من شربة الشفان او الشربة اللي هنزلها تانية الكرومب ولكن يفضل ان هي تبقى مرتين او 3 على اقصى تقدير في الاسبوع عشان ما ندخلش في مشكلة تانية ونقول اصل الدكتور قال لنا لما تبقوا ساعانين اشربوا ده الشربة التالتة اللي معانا شربة الكرومب المقادير بتاعتها ببساطة 6 بصلات خضر ولو مش موجود ممكن يبقى بصل عادي معهم 2 تلفل اغدر وطمطميتين وحزمة كرفس او باقدونس او كوزبرة او التلاتة ومعهم اوراق كرومب مسلوقة ونص مكعب مرق الدجاج او شربة ضايت اللي كنا منقول عليها زائد ملح وفلفل وبهارات كل واحد يحط التوابل اللي هو عايزها بالكميات المعقولة طريقة التحضير ببساطة هنقطع الخضر لحيطة صغيرة ونحطهم على النار وعليهم ميا وهنحط مكعب الشربة او الشربة الضايت والبهارات والملح والخليط ده كله يتساب عشر دقايق على نار وبعد كده على نار عالية وبعد كده هديه لغاية ما تستوي ونقدر نستخدمها بالهنى والشفة الشربات بتاعتنا دي لها مميزات كتير اولا محتوى الالياف بتاعها محتوى عالي جدا طب الالياف ايه دورها؟ غير ان هي بتحسن من معانا من الاخراج او اللي عندنا مشاكل في الامساك لا دا الالياف هتقعد وقت كبير في المعدة فهتديني احساس بالشبع مش هحس ان انا جعان دي حاجة الحاجة التانية ان هي حاجة دافية فهتخلي الدورة الدموية تتنشط بشرب حاجة سخنة بتديني احساس بالدفء خصوصا في الفترة المسائية او من بعد الساعة تمانية بالليل خلاص خلصنا بقى شغلنا وخلصنا الوجبات والعيال قعدة في الاجازات دلوقتي فهتلاقي شعور الجوع بيزيد بقى سبحان الله الاعدت والساعة تخلي الواحد جعان فنقدر نستخدم الشربات دي هتدينا احساس بالدفء ان شاء الله كلنا عدي فترة الساعة بسلام معانا تليفونات تاني انيسا موني اهلا بيك معانا تليفونات تاني انيسا موني اهلا بيكي معانا تليفونات تاني دكتور اهلا وسهلا فاني معاني السنة انا قد عايزة بس اقول لحركة انا وزني خمسة وستين تمام وطولي مية وستين تمام وعندي 18 عامة كويس وثنوية عامة ربنا اويكي ان شاء الله يا رب اتفضلي سؤالك كده وزني مزبوط مع طولي مع كل حاجة يعني فيه اتنين تلاتة كيلو بس هما اللي زيادة بالكتير يعني من تلاتة لخمسة كيلو ده يبقى على احسن تقدير كويس جد فيها سئاتي عنده حضرتك بالنسبة لثنوية عامة نظام غذائي لما يعني لثنوية عامة دي حاضر حاضر اوعدك ان شاء الله في حلقة قريب هنعمل نظام مخصوص لتقوية الزاكرة وليخلي الواحد يقدر يركز ويذاكر بصورة كويسة وفي نفس الوقت يحافظ على وزننا طيب هنطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل لان احنا لسه مكملين عندنا النظام الغذائي ولسه كمان مكملين مشاكل الشتاء وازاي نوجهها استنونا بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل على الشربات وازاي هي بتدفينا وبتدينا احساس بالشبع لمدة طويلة ولو اني شخصيا بفضل شربة الشفان لان هي مشبعة جدا 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 ملأمة لكل الناس يعني احنا شربة الطماطم اللي عنده ضغط عالي او عنده املاح يكونها مرتين اقتلاتها في الاسبوع شربة الكرومب اللي عنده مشكلة في القولون او انتفاخات او غازات لو عدى قدام الحل اللي فيها شربة الكرومب بطنها وتوجعه لكن شربة الشفان ده بقى اي حد يقدر استخدمها مريد السكر مريد الضغط مريد القلب اللي عنده مشكلة في القولون الكبير الصغير ببساطة طعمها لطيف جدا جدا وقريبة جدا جدا من الفريق بتاع زمان اللي كان بيتعامل بالشربة ده طعمها حلو ومشبعة وسعراتها الحرية قليلة واعتقد انها هتعجب كل الناس ان شاء الله معانا تليفون تاني ومشادي اهلا وسهلا ومشادي اهلا بيكي اهلا بيك يا دكتور اتفضلي يا فن اهلا بحضرتك اسأزينك توطي تليفزيون واسمعيني من التليفون حاضر ثانية واحد اتفضلي يا فن ايوا يا دكتور اي فن كده كويس كده تمام تفضلي حضرتك انا كن وزني مية ومية وتلاتين كيلو من حوالي عشرة سنية تمام وبعدين عملت عملت انظام ريزيم لنفسي ما روحتش لدكتور اه ففشهرين نزل سبعة وعشرين كيلو بعدين في صحاب خوفوني وكده فرجعت تاني خوفك من ايه بس فقلت الريزيم رجع وزني ذات تاني خوفه حضرتك من ايه وبعدين جيت الايام دي لقيت اتفاجأت ان انا بقيت وزني كتير قوي يعني ايه تلبي طول العشر سنين اللي فاتت ما بتتوزنيش اه لا باوزن بس كنت باتابعة كنت بلاقي نفسي زي مانا كويس وبعدين اللي عبنة اي كام النهاردة يا مشاهدي ايه كام وزني حضرتك كام اه مية مية حوالي تمانية وتلاتين او مية واربعين تمام وده بقى اللي مضايقني جدا لان انا كنت كنت بدعت الرجيم من حوالي شهرين اه لا من حوالي شهر كده من اول شهر اتناش تمام وكنت باوزن نفسي كل اسبوع ففي اول اسبوع نزلت اربعة كيلو كويس وفي تاني اسبوع لقيت نفسي منزلت يشغل اتنين كيلو لأ اتنين كيلو بس دا معلش افنم هنوفبص عند الجملة دي كلمة بس دي يعني معنى انك مخستيش اتنين كيلو دا مش بس اتنين كيلو دا كويس جدا جدا كمان يعني بعض اربعة كيلو اربعة كيلو يبقوا ايه دكتور؟ اربعة كيلو عشان اول اسبوع جزء كبير من المية هو اللي بينزل فبتلاقي الرقم كبير لكن بعد كده لو الرجيم مناسب ومظبوط المعدل الامن من كيلو الاثنين زي ما كنا قلنا في حلقات سابقة بس اتفضل لي بس مع حضرتك سؤالك بالضبط فينا المشكلة اللي حصلتني وخلتني ايه في الموضوع دا خلت بقى الاولاني ولا تاني بسبب ان انا كنتي باستخدم فكر ضايت تمام السكر ضايت الاول علبة جدتها اه كان الموضوع ماشي معي كويس جدا وكان عندي كورس التمارين دا كنت بعمل وببنز لمشي كميل وكنت يعني بحاول اني مركبش مواصلات كميل وهو دا اللي انا كنت عملته في النظام الاولاني بس انا طبعا دلوقتي انا عندي اثنين واربعين سنة فاعتم عملت الموضوع دا كان من حوالي عشر سنين كان عندي تلاتين سنة كويس حرجت ايش مشكلة في سكر ضايت فين يعني ايه فيه ايه السكر ضايت عمل لي اول علبة كانت كويسة اوي معي عامل شعري معي كانت كويسة اوي بعدين تاني علبة من اول معلقة اخدتها حطتها في السكر انا كده كده ضبطة سكري العادي تلات معلقة في اليوم تمام لكن دا لكن لكن بقى جيت في السكر التاني العلبة التانية دي اول علبة اخدتها اول معلقة اخدتها حطتها على النسكة فيه لقيت نفسي عندي حالة هبوط شديدة جدا ومن ساعته وانا بحس بهبوط وهبوط بيحسسني ان انا فعلا لو ما اكلتش دلوقتي انا هموت حسن اني تعبانة جدا طيب احنا ليه ما بنتابعش مع الدكتور يعني ليه حضرتك بتاخدي الموضوع اللي واحد ديك خصوصا ان انت تريدتي مشكلة هبوط او مشكلة تعب ما انا اقول له حضرتك انا في الاول لما جيت حاولت انزل وزني حاولت اتابع مع دكاترة كتير للاسف ما كنتش بنزل حاجة يعني لدرجة ان انا لما نزل 27 كيلو انا لقد اختي للدكتورة اللي كنت بقى تابعي معاك خردك راحت قالت لي لا ما 27 كيلو في شهرين ده طبعا مشكلة لا 27 كيلو في شهرين ده رقم يتخاف منه لانه ممكن يعمل مضاعفات اه بس كان والله كان صحتك ويسه جدا الحمدلله اه والله كان صحتك ويسه جدا طيب انت بتشتك من اي مشاكل انامية عندنا مشاكل لقدره في الكبد عندنا مشكلة في السكر الحمدلله ما عندي زبر الضغط وكان عندي من حوالي اه خامس سنين كده جات لي بداية زبحة وبعدين الدكتور قال لي لا الكلام مش مضبوطة ما راحت الدكتور تاني تمام وبعدين جيته كده مشكلتك الاساسية الهبوط مشكلتك الاساسية في الهبوط دلوقتي ايه؟ مشكلت حضرتك الاساسية في الهبوط في الهبوط اه الهبوط فضيع لكن من جهة ان انا اعمل ريجيم ملتزم دي لا بلتزم حضرتك وببقى كويسة جدا بس انا وبنزل بسرعة لان انا بمشي كتير جدا حاضر عناية هارد على حريك في موضوع الهبوط ده ان شاء الله اه طبعا اه مشادي موضوع الهبوط ده مشكلة يعني لازم نتعرف سببها ايه؟ هل هبوط في مستوى السكر؟ هل هبوط في مستوى الضغط؟ هل هبوط عشان خاطر عندي انيميا او نقص حديد؟ فاحساس الهبوط ده عام لازم اعرف اني حاجة فيهم وده مش بيبان غير بالكشف وبالتحاليل في المعمل بالاضافة ان لو تلات معلق سكر مش مديين جسمك الطاقة الكافية احنا ممكن نستبدلهم بعسل نحل عسل نحل ابيض ناخد معلقة في اول اليوم معلقة في نص اليوم معلقة في فترة المساء ونجرب ان شاء الله هتلاقي ان موضوع الهبوط ده مبقاش موجود لان مش من الطبيعي ان السكر ضايت يعمل هبوط لو انا باخد تلات معلق سكر دي جزئية الجزئية الاخيرة وكننا قلناها في علاقات سابقة لازم نكون عارفين كمية الفيتامينات والاملاح والمعادن المناسبة لنا او اللي احنا محتاجينها كم ناخدها كل يوم عليك ممكن يكون الرجيم العشوائي اللي عاملاه اه فعلا منقص وزنك ومخليكي خاسة لكن مش مدي جسمك احتياجاته فالنهاردة ما باخدش احتياجاتي وبكرة وبعد 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 يحصل لي دروب وعشان كده بنقول ان الرجيم لازم يكون النزول تدريجي ووضح ان حضرتك رجيمات قاسية لان كنت مستقلية لتنين كيلو ولازم الرجيم يكون تحت اشراف دكتور كامل عشان خاطر ما يحصلناش اي مضاعفات او اي مشاكل وتمنالك ان شاء الله الصحة والتوفيق جمع عدنا دلوقتي مع النظام الغذائي بتاع الحلقة بتاعتنا وهو طبعا مبني على هرم الغذائي ومناسب لوزن من تسعين لمية كله يجهز وراء وقلم وهينزل على الشاشة قدامكم دلوقتي النظام الهرم الغذائي لانقاص الوزن مناسب من تسعين لمية كيلو عندنا الفطار اليومي اتنين توست بالردة او رغيف سن معاهم تمام معالق فول بزيت الزتون او قطع الجبنة قريش او اتنين شريحة جبنة رومي او شدر او فلمانك بس الاختيار بتاع الشدر او الفلمانكة او الرومي يومين بس في الاسبوع عشان الناس ما تقولش الله ده جميل او هاخدوا الاسبوع كله لا احنا محددين يومين بس في الاسبوع معاهم طبق سلطة عندنا وجبة خفيفة واحد ووجبة خفيفة اتنين يعني بعد الفطار بساعة او نص ساعة ممكن ناخد كوباية لبن وعندنا وجبة خفيفة اتنين بعد الفطار بساعتين ممكن ناخد سمرت فاكهة او كوباية زبادي لان احساس الجوع بيزيت شوية في الشدر عندنا الغداء اليوم الاول وجبة مفتوحة للناس اللي كانت متابعة معانا في الاسبوع اللي فاتت وانظمة حملة مقاطعة السمنة للا لسه هيبتدي معانا من النهاردة ما ياخدوش طبعا وجبة مفتوحة لانه ملحقش يعمل حاجة عشان ياخد وجبة مفتوحة يمشي زي التاني والرابع اللي عندنا بتنجان مشوي او مطبوخ نايف نايف او مسلوق او مفاجئة الحلقة النهاردة تابعونا في البرنامج المطبخ بعد برنامج العيادة الشيف يوسري نجمي نجوم المطبخ هيديني وصفة هيلة جدا جدا للبتنجان وازاي نقدر نعمله بطريقة صحية وازاي نقدر نعمله بطريقة لايت وفي نفس الوقت ما يبوصش نظام الرجيم بتاعنا كله يتابع الشيف يوسري بعد برنامج العيادة هيديني الوصفة دي هنقدر نمشي عليها هيبقى طعمها حلوة عشان ما نزهقش من اكل الرجيم التقليدي وفي نفس الوقت نبتدي نخس نكمل نظامنا مع وصفة البتنجان اللي هنزهق لنا شيف يوسري او مشوي او مطلوخ او مسلوق ممكن ناخد خمس معالق رزة او مكارونة او رغيف سن اللي حب ده او ده او ده او ده وممكن نعمل مكارونة بالبتنجان معاهم ربع فرخة او قطعة لحمة طبعا مسلوق او مشوي عندنا اليوم الثالث والسادس خمس مغارف شربة عتس او عشر معالق عتس اسود اللي هو العتس البجبة باللمون ومعاهم رغيف سن وصلطة اليوم الخامس والسابع سمكة مشوية او علب التونة زائد خمس معالق رزة او رغيف سن زائد صلطة بين الغداء والعشاء كوب حمص الشام او فشار ونقف ثانية عند الجملة دي حمص الشام يعني معلقة او معلقتين بكتير حمص مع اي كمية من المياه او معلقة فشار واحدة لان الفشار بنقدر نستخدمه في الرجيم اه نقدر نستخدمه في الشتاء لانه مولد الحرارة وبيدينا يحسس بالدفء اه ولكن بكميات محددة بنقدر نقول ان حمص الشام او الفشار حوالي من سبع لعشر معالق في الاسبوع يعني من معلقة لمعالقتين كل يوم فلو انا بحب الحمص اخد معلقة حمص واي كمية من المياه بتاعته بالشطة واللبون لو انا ما بحبوش او بحب الفشار او عايز ابدل ممكن اخد معلقة درة اعملها في المايكرو ويف من غير زيت خالص وحط قليل من الملح او لو عندي حلة الفشار احط نص معلقة زيت او ربع معلقة زيت مع معلقة الدور عندنا العشاء اليومي كباية لبن او اتنين زبادي زائد اتنين برتقانة او تفاحة او اربعة كيوي لانه طبعا غاني بفيتامين سي فيرفع لنا المناعة وممكن نبدل العشاء بكباية لبن خالي الدسم زائد نص كباية امح اللي هي البليلة بالسكر الضايت وملاحظاتنا الهامة والعامة لازم نمشي كل يوم نص ساعة عشان نزود من معدل الحر ونشرب 8 كبايات مية او البدايل بتاعتها الي قلناها في بداية الحر ده كان نظامنا النهاردة مديين فيه اكلات كتيرة مولدة للحرارة ولو وقفنا عند نقطة البتنجان وحمص الشام والفشار هيدوني احساس بالدفع هيدوني احساس بالشبع لان يفيهم نسبة هيلة من البروتينات والالياف والبروتينات والالياف من اكتر الحاجات اللي بتقعد في المعدة وقت طويل فهتحسسني المدة كبيرة ان انا شبعان ومش حاسس ان انا جعان وقادر اعمل الرجيم بصورة بسيطة كمان ممكن نزود بدل ما بناخد الخيار والخاص لان كتير كنا بنأكد ونقول لو انا حاسس ان انا جعان ما بين الوجبات وخلاص خدت الفاكهة بتاعتي وخدت المؤاكل بتاعي ممكن اكون خيار او خاص او في الفروب مبقى اي كمية طب حد يقول لي طب ما جو سائع الحاجات دي بتتزود لي احساس الساعة بتخليني مش قادر اكمل الرجيم انا ممكن استخدم البتنجان المشوي ده او البتنجان المسلوق كوصفة زي الخيار لان سعراته الحرية قليلة جدا جدا نسبة الالياف فيه عالية جدا 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 نسبة البروتينات فيه عالية جدا جدا فهيشبعني وهيدفيني ومش هيخليني ابوز الرجيم بتاعي في حاجة من ضمن كمان المشاكل اللي الناس بتخاف منها في فترة الشتاء وللأسف ده معتقد خطأ ونقدر نحطه تحت بند خدعوكة فقالوا الشتاء مفيش حرق في الشتاء هو فين هو انا بعرق ده انا لو مشيت نصف ساعة ولا لعبت رياضة نصف ساعة ببعرقش خالص يبقى انا ما حرقتش للأسف الناس ربطة معدل الحرق بالتعرق او الاحساس بالعرق ببساطة عشان وقت حلقتنا خلاص قرر بيخلص احنا العرق رد فعل من الجسم عشان يحافظ على درجة حرارته فلو الواحد جو حر بيعرق لكن لو جو ساعة زي اللي احنا فيه فالجسم ما بيعرقش بل بالعكس بيحرق سعرات حرية عشان يدفي نفسه للأسف وقت حلقتنا خلص اتمنى لكم شتاء سعيد اتمنى لكم كلكم يوم سعيد يريد كلنا نطبق كل النصايح واستنونا مع الشيف يسري الوصف بتاعت البتنجان بتاعت النهاردة والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قريبة مع برنامج العيادة وعيادة السمنة والتغذية العلاجية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة